تكنولوجيا البيم بين التطبيق والرفض مجالة بيم أرابية المقال للمهندس كمال أحمد شاوي سينير استركشن انجينير بيم مانجر يطلع عليكم أمر سليم قبل الخوض في أي تفاصيل عن هذه التكنولوجيا دعونا نسل تساوية مما هي الخطوات الأساسية في مشروع فنجد أنها تبدأ بفكرة في تصميم في حسابات في مخططات في تسعير فتحديد خطوات العمل ووقاتها ثم تنفيذ وصولا إلى التشغيل والسيانة إنها ببساطة خطوات أي مشروع عن دسه سواء كان كهربائيا أم ميكانيكيا أم إنشائيا أو معماريا هذه الخطوات لأي مشروع عن دسه فأي مبنى صناعي كان أم تجاري أم سكني يتطلب إنشاؤه تعاون مهندسين من مختلف الاختصاصات كل يقوم بدوره أثناء كل خطوة من خطوات المشروع لكن المشكلة الكبرى تقع في ضعف التعاون أو الفهم الخاطئ الذي قد يقع بين المهندسين مختلف الاختصاصات الأمر الذي قد يولد مشاكل كبيرة أثناء تصميم المشروع ومشاكل أكبر أثناء تنفيذه نهيك عن الوقت الضائع والذي يعد هندسيا خسارة اقتصادية ومعنوية ومن ناحية أخرى لطالما عانى المهندسون من طرق عمل البرامج الحاسوبية التي تعتمد أساليب تشبيهية للمباني مثل اعتماد برامج التحليل الإنشائي على أنالاتيك موديل والتي على الرغم من أنها شكلت قفزة نوعية في مجال التصميم الهندسي ولا تزال إلا أنها تتسبب ببعض المشاكل التصميمة لسيما إذا تم استعمال البرنامج بطريقة غير احترافية خاصة من قبل الطلاب والمهندسين المبتدئين وسانيا تساعد المهندس على إنتاج المخاطصات المختلفة والمفصلة وجداول الأسعار وجداول التوقيت بشكل تلقائي بعد الانتهاء من النمزجة باختصار أنها البرامجة التي تعمل وفق لنظام البيم أو Building Information Modeling بعد أن تعرفنا على تعريف تكنولوجيا البيم في مقال آخر سنتعرض الآن لسؤالنا بعد أن صاردنا بعض من موازات التكنولوجيا الجديدة التي تعالج بعض القصور في الطرق المستخدمة حاليا معظم خبراء نمزجة معلومات البناء البيم يدعمون بإخلاص التوجه نحو مساعدة الآخرين لتكونوا استخدام هذه التكنية ولشجعوا التعاون المبكر بين المصمم والمنفذ من أجل بناء منشآت أفضل وتطوير صناعة البناء من منظور أوسع لكننا ندرك أيضا الصعوبات الكبيرة التي تعترضها هذا التوجه والتي تتمثل في قدرتنا على تسويق إسهار قيمة هذه التكنية لأصحاب المشاريع وشركات التصميم والتنفيذ وأيضا البشر يقومون عادة التغيير وهذه التكنية تحتاج تغييرات كبيرة بل الناس تؤدي في الواقع لتغيير في ثقافة الشركات التي التزمن بالمعايير التي تفرضها عملية تبني هذه التكنية الثورية إن نجاح عملية تسويق وإنجاز التغييرات المطلوبة لنجاح تطبيق مفاهيم البيم اللي هو أقصر أهمية من تطوير التكنية ذاتها نحن البشر نرغب دوما أن نرى ما حولنا بوضوح لكن من ناحية أخرى لن نتمنى هذه القدرة لأخرين بكلمات أخرى نحن نحاول دوما إخفاء التفاصيل التي لا ترقى لمثال معايير المقبولة ونظر بوضوح التفاصيل التي نفتخر بها وبما أن تكنية البيم لا تستطيع إخفاء كثير لذلك نعتقد أنه يلزم بعد الوقت لتم كبولها وتعود عليها تتطلب تكنية البيم المزيد من التعاون وتجبرنا على التعاون مع زمالي أنا بشكل مختلف لذلك من وجهة نظر علم النفس تطور صحي وإن كان الانتقال إليها ليس أمرا يسيرا الحاجة للتعاون ستقود إلى تعميق تطور روح الفريق وتجعل أفراده أكثر ارتياحة لتبادل المساعدات فيما بينهم وتشارك في المسئولية عن المنتج النهائي أعضاء الفريق سيحترمون أكثر النقاط التي يتشاركون بها كما يحترمون النقاط التي يختلفون فيها استخدام هذه التكنية سيعزز أيضا روح التعاون بدلا من روح المنافسة وسيكون الجميع فخورين بالنتاج المشتركة للعمل للفريق كل هذا بالنسبة للمهانسين فماذا عن الشركات وخوفها وترددها من تطبيق هذه التكنولوجيا في مؤسستها تكنية البمد تستخدم في تيسير عملية التصميم والرسم والبناء التسعير ودراسة نفقات المشروع التسبت من سلامة المبنى باكتشاف الأخطاء بسهولة ما يقلل المخاطر دراسة المبنى بيئية ما ينعكس على الحياة الاجتماعية والصحية اختصار الوقت والجهد تنسيق وتعاون أكبر مع تخصصات الهندسة المختلفة زيادة سقة العملاء والجمهور زيادة انتاجية الموظف مع جميع الميزات المذكورة أنفا إلى أن هناك حواجه يستمنع بعضها من التحول إلى التكنولوجيا الجديدة فهم غير مستعدين لتبديل معتاده استخدامه الحواجه التي تحول دون الانتقال إلى برامج تكنولوجيا البم مخاوف سير العمل التي تتملك المبتدئ حجم الشركة وتخصصها مستوى مهارة المستخدمين الحاليين ومدى استعدادهم للتطوير تكلفة التدريب عدم الاستعداد الزهني لكبول فكرة التحول إلى تكنولوجيا حديثة عدم الرغم في استثمار الوقت والمال اللازمين للانتقال إلى منصة جديدة تكلفة أجهزة الكمبيوتر الجديدة بموازات أخرى تختلف عن الحالية لتلائم البرامج الجديدة وهذا يمجع لتكايد خيارة مهمة لسنوات عديدة قادمة يطلب الانتقال إلى برامج تكنولوجيا البم تغييرا في طبيعة تفكير السائدة حول لمزجة المشروعات وبرعها واحتاج إلى تطوير عمليات الإدارة فالانتقال إلى برامج تكنولوجيا البم يعني تخفيض عدد العمالة وتقليل الموظفين ولكي يحدث هذا يحتاج الانتقال إلى تطوير الكادر الوظيف الحالي وهذا قد يكون شقا على الأشخاص الذين اعتادوا على تكايده وتلفوه معه مع ذلك يجب التفكير في الفواد والمنافع التي يمكن جنيها من التحول لبرامج تكنولوجيا البم ولا أحد تعرف إلى برامج تكنولوجيا البم إلا ودوش من أدائه وقدرته على تحسين الممنى ورؤيته وتوصيقه مع ما فيه من منافع الحفاظ على سلامته ومتنته كل ذلك يلخص حقيقة أن الأتوكاد برامج تكنولوجيا البم هي منتجات رائعة وقرار الانتقال إلى برامج تكنولوجيا البم أو إلى غيره يخص المستخدم واحد بما يتلائم مع احتياجه الأتوكاد أمن ريفت ناما أقول أنه لا غنى عن البرنامجين فالأتوكاد هو أهم برنامج سنوائي اللي أبعاد في العالم هو يعمل بأسلوب تكنولوجيا خاصة به أمن ريفت فهو أهم برنامج في العصر الحديث يستخدم تكنولوجيا البم لذلك يفضل أن يكون لدى المستخدم القادر الكافي بمعرفة كلا البرنامجين مبتدأا بالأتوكاد ومنتهيان بالريفت لذلك أنا هل أشجع ترك الأتوكاد على وجه كامل والانتقال إلى الريفت إنما تطوير معرفتنا وخبراتنا بتعلم الريفت وأجداته جنبا إلى جنبا مع الأتوكاد وعندما يسكت العالم الأتوكاد من حساباتي واقتريسا أقول لك أنزل الأتوكاد هل فكرت في خطوة الانتقال من الأتوكاد إلى الريفت؟ هل أنت قلت فعلا أم استبعت الفكرة؟ اسمح لي أن أعرف زلك في التعليقات ترجمة نانسي قنقر